أنا جيت لبشرك بأنه طلب التسريح اللي قدمته وتخزأ صار بطي نسيان بس وحياتك وحياتك وأنت أكبر أولادي وما بحلف بحياتك كذب يا ريان الطلب الثاني أنا راح تفشلك يا ليتوقع بس بعد ما تسمع مني هالكم كلمة من يوم ما فتحت عيونك على الدنيا وعيتها وأنت عايش بها النعيم حياتك ما حلب عيونك أي شيء وطلبته مرتين من أول مرة كان يجي لك لعندك معك طلباتك كان توامر لا ترد ولا ترفض ولي كانوا الشباب يحلموا فيه كان دائما ببيتك من سنوات وعيك الأولى ما كان فيه داعي تحلم مثل هلأ صف يعل أنت يحلم وحيد بدي يطلع من هالطريق اللي مشيتني فيه وأنا وعدتك أني حاية لك ياها بس بشروطي الشروط شو ما بدك هلأيز عما تحاول شو طريق جديد بحياتك أنا بس بس بدك تتحمل حر شموس ولا تتخيل بيوم من الأيام أنك تتفيا بيظل شجرة عما تحاول تبترق شو مطلوب والمطلوب أنك تكتب لي هلأ شيك بالحساب اللي حاطط لك يا بالبنك وبتحسب حسابك هذا البيت بديه بعد سبوع شو مطلوب السلحست أشيك وقعت لك يا على بيرط حط الرقم اللي بدك يا أساساً هو حسابك وانتي أدرا فيه بسحباً وبالنسبة للبيت ما بدأ أسبوع شغلتي يومين ثلاثة يبكون فضيت لك يا أي طلبات تانية ما زالك رح أعطيك أسبوع تفكر فيه رح أتنكرك يا لمن دينك أسبوع خاصة الإيزابية على قرارك أبوك وعد وأبوك ما بيخلف وعده وأنت بتعرف هذا الشيء هنمرة أنا راح أتفشلق طلبك لا يتوقع أنا بس انتظر إيام سودا وسنوات أمرنا العلقة ساعة القسما بالله أنا أنا راح أصد عليك طريق الرجا أنا أبوك ما انتبه لا يمكنك انتبه أبوك ما انتبه أبوك ما شودوا